وفي ذات السياق دعت وزارة الخارجية الأوكرانية المواطنين إلى الامتناء عن السفر إلى مصر وذلك بعد القرار المصري تمديد حالة الطوارئ لثلاثة أشهر أخرى كما نصحت الوزارة والمواطنين المتواجدين هناك إلى الحذر وتجنب السفر إلى المناطق الشمالية والوسطى من شبه جزيرة سيناء والمناطق الصحراوية إلى الغربي من وادي نهر النيل كما أوصت بالحذر خلال العياد الدينية في مصر والامتناء عن زيارة الأضرحة وفي حالة حدود الطوارئ توسي وزارة الخارجية الأوكرانية الاتصال فورا بسفرة الأوكرانية في مصر أو بالخط الساخني للوزارة